بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم بدر من قناة بدرتك رمز الخطأ 4.1 لا يوجد أي محتوى عربي أنا سبق ونزلت الفيديو هذا تقريبا قبل سنتين عن رمز الخطأ 4.1 وجدت أسئلة كثيرة عليه فيها اللي قدرت أساعد وفيها اللي والله ما قدرت أساعد مثلا ملف مشفر أو نسخة احتياطية مشفرة ما أقدر والله أساعد به ما أقدر أخدم يعني لأنه مقفل برقم سري والمستخدم ناسي الرقم السري فأنا ما أقدر أسوي شيء لكن أبوضح الأسباب والمصايح وطرق تجاوز رمز الخطأ 4.1 بكل سهولة وسرعة أولا البحث عن رمز الخطأ 4.1 أنا أول شيء أبحث عن مسار المجلد هو طبعا إذا جيت أنا أسوي نسخة احتياطية بالآيتونز أنا سويت نسخة احتياطية وكنت مسوي أول نسخة احتياطية وجيت بسوي استعادة وطلع لي رمز الخطأ 4.1 هذا رقم واحد رقم اثنين أبنقل النسخة أبنقل جوالي بيانات جوالي من جوال إلى جوال ثاني أو من آيفون إلى آيفون ثاني بالنسخة الجديدة تحط الآيفون جنب الآيفون ينتقل على طول أحيانا يكون يعني المعلومات اللي بالجوال كثيرة جدا وخايف وحريص أنك تنقل كامل النسخة الاحتياطية وما أنت متأكد إذا سويت له نقل الجوال بجنب الجوال هو بالعادة أنا سويته يعني جربتها آيفون بجنب آيفون ينتقل على طول جميع البيانات بل أرقام السرية وقفل الشاشة وخلفية الجوال كل سهولة لكن للأخوان اللي دائم حريصين أنهم يأخذون نسخة الاحتياطية عن طريقة الآيتونز على نفس اللابتوب أو الكمبيوتر في طريقتين في طريقة مشفرة أو غير مشفرة الأفضل إذا كان كمبيوترك استخدام شخصي نزل غير مشفرة نزل نسخة الاحتياطية غير مشفرة إذا كان الكمبيوتر يعني يستخدمونه ناس غيرك حط فلاش أو سي دي ونزل غير مشفرة لأن هذا أفضل شيء علشان ما تنسى الرقم السري بعدين للنسخة الاحتياطية الحين أنا كتبت بخانة البحث أبل أنا بعرف مسار الملف إذا ما نجح معك أبل أوريك الحين تبحث بوشو مثلا أنا أعرفت ملف أبل موجود بقرصة سي مجلد يوزر بمجلد ديل اللي هو نوع الجهاز أو اسمه دخل لي على الملفات هذه أبحث عن أبل الكلمة اللي أنا بحثت عنها هذه دخلت علي لقيت موبايل سينس إذا ما إذا بحثت برمز أو باسم أبل ما طلع لي شيء أبحث بالاسم هذا بعدين إذا ما طلع لي بعد شيء أبحث بالاسم هذا باك أب وصلت أنا مكان النسخة الاحتياطية حق الآيتونز أنا إذا دخلت الآيتونز أسوي هو ينزله بالمجلد هذا النسخة الاحتياطية دخلت هنا لقيت ثلاث نسخ على اعتبار أن النسخة هذه أول وحدة أحدث نسخة والنسخة لقبل قديمة هي ما راح تجيك بالشكل هذا هي تجيك بكلام أحيانا حروف ما له معنى إنجليزية أو أنه كتابة إنجليزية على اعتبار أنك أنت ما راح تبين يعني لأن كلها backup 1 backup 2 زي كذا فأنا إش أسوي أشوف التاريخ على طول 2 و 5 دقائق صباحا بتاريخ اليوم فأنا أعرف أن هذا النسخة الاحتياطية اللي نزلتها الحين واللي قبله نسخة احتياطية قديمة إش أسوي على طول كذا أحدد على النسخة الاحتياطية القديمة كليك يمين ودليت حذف أنا إذا حذفت أين تروح تروح لسلة المحذوفات أروح لسلة المحذوفات وسوي تفريغ أو إفراغ لسلة المحذوفات الشيء من الجهاز النهائي لكن هذا أنا ما أنصحك أنا أنصحك إنك تاخذ النسخة القديمة وتحطها بقرص ثاني الهدف من هذا وشو أوفر مساحة كبيرة شلون أوفر مساحة كبيرة أشيء له حطه على قرص ثاني أو بسي دي أو بفلاش ليش؟ لأنك إذا جيت تسوي استعادة أنت بتسحب النسخة هذي شبك جوالك الجديد أو جوالك اللي فرمدته تبترجع النسخة الاحتياطية آخر واحدة الجديدة هذي تبترجعها على الجهاز ما يقبل ليش؟ لأنه أي نسخة احتياطية تبتسوي لها استعادة هو ياخذ نسخة جديدة وينزلها بنفس الملف إذا ما حصل مساحة بقرصة سي شي سوي يعطيك رمز الخط أربعة لف واحد هذا هو السبب فأنت لازم تفرغ مساحة كبيرة يعني مثلا حجم النسخة الاحتياطية هذه ستة قيقا لازم الملف يكون من ثمانية قيقا تسعة قيقا وفوق إذا جيت سويت استعادة عن طريق الايتنز داخل الايتنز وشابك جوالك وسويت استعادة هو ينزل نسخة جديدة وياخذ النسخة هذي يحطه بجوالك فلازم يكون في مساحة كافية مجرد أنك توفر له المساحة الكافية تنتهي عندك المشكلة على طول وتنزل النسخة اللي أنت بتنزلها على جوالك سواء كان القديم اللي فرمدته هو الجديد بدون أي مشاكل أتمنى أني أفدتكم وأكرر أنصح لا تحذف نهائيا لأنه ممكن يصير عطل أو عطل أو مشكلة بل النسخة آخر وحدة وانت حاذف فما في أمل خلاص إذا حذفت من سلة المحذوفات ما في أمل ترجع الأفضل اشتر فلاش أو سي دي ونزل الملفات هذه على فلاش إذا جيت تسوي استعادة مثلا هذا أنعطب احذفه ورجع من السي دي رجع الملف اللي بالسي دي رجعه هنا ما تقدر تسوي استعادة عن يعني تدخل على الآيتنز وتفتح من السي دي أو من فلاش لازم يرجع بالمسار هذا لأنه هذا هو المسار الأصلي له والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا لك